موسيقى بمايناتنا اليوم عم نستضيف رسامة في تشكيلية نور بلوق لنشوف أعمالها اللي بتحكي عن المجتمع بس كمان بلشت بالمجتمع القريب لنشوف ليش البداية بمجتمع القريب لنور أهلا وسهلا فيك أهلا فيك خابلينا شوي بالأول عن دراستك وليش اخترت هالدراسة بالتحديد دراستي اخترت لأنه بحب الرسم بحب الفن من أنا وصغيرة وبالعائلة نحن كلنا هيك يعني بابا كان رسام وعنده مجموع من لوحات كمان نما كان بباري عنده سلسلة وبعدنا وقف عشان الشغل وكل هول قصص فشجعني عندي الموهبة وحس انه بده يشجعني وهذا الشيء يعني مع الشغف قدى لأنه اختار هيدا من أنت وصغيرة بترسمي؟ من أنا وصغيرة يعني أوقات فراغك ورق أو ألم؟ عطول حتى بالمدرسة يعني أنا و... مش أوقات فراغ لا يعني حتى بالحصص أوقات درس لركز كنت ظلني أرسم يعني إيدي عطول حتى الأساتذي حفظوه هناك كثير ناس بحبوا الألم يعني وبيخرط شو؟ ايه ولكن أنت كنت عم ترسمي؟ لا وكنت أخدي إذن حتى يعني من النظار أنه أنا مسموح لأنه بركز أكتر أنا عم برسم وأعمل كنت لوحات بس عندي يعني محظوظة أنه يكون في أساتذي متفاهمين لهذا الشيء؟ لا مدرسة كنت كثير تهتم بالفنون وحتى عندهم أخدت ثلاث جواز يعني للمدرسة ولهي أتحسين كدامي كان يعني علاماتك كانوا مناحلة حتى لسماحولك مضوط وبعدين أول شيء كنت عم ترسمي لأن هلأ كمان لما نشوف اللوحات رح نشوف شيء من السكتش بقلب لوحاتك يعني الإنسان واضح طبعا ومبين ولكن في شيء من السكتش باللوحات هيدا اللي كان أكيد ترسمي قبل وحفظت عليه؟ صح لا دائما نحن وصغر نحاول نحاول نكون أكتر شيء فينا كلاسيكيين رياليس ما أكتر نحاول نجيب الشجرة شجرة والبيت بيت يعني كل هيدول الدتايل بعدين بالدراسة الأكاديمية تمرق بمراحل وبعدين تصير تلاقي أسلوبك شو اللي بيشبهك أكتر أنت كفنانة وين بتلاقي حالك وبتستمر بهيد الموطول خلينا نشوف بعض اللوحات ترجع خبر المشاهدين عن تجربتك يعني بعيد عن الفن ببدايتك بس خلينا نحكي عن هذه اللوحة هذه هوز عادة أنا أغلب اللوحات فيها العنصر الأنثوي يعني المرأة بعبر عنها كمرأة يعني عادة الرجال الرسمين أكتر شيء هنا بيشتغلوا موضوع المرأة وبيعبروها بيشوفوها بنظرتهم الخاصة أنا بحب أنه شوف أنا عبر عنها كأنه أنا حالة أو أختي أو أي حدا بمجتمعي يعني فهيدي يعني ترسميها بحالة معينة صح يعني كل لوحة فيها شخصية فيها شخصية أنثة معينة هادي آخر لوحة مبارح خلصتها هون يعني عن الفغاجيل اسمها عن الأنثة في عنوان لكل لوحة هنا صح هادي يعني الأنثة الطبع الأنثوي يعني والرقة عند الأنثة هادي بدء الخلق نسميتها فيها قول عن قول ديني عن الخلق ومكتوب كتابة ويعني أنا بشتغل أكتر كومبوزيسيون ألوان هيك بحاولتها هادي عن الأمومة بس كيف أنا شفتها يعني حتى اللوحة هي أمة وفيها كمان صديقتي هي كتير حنونة وهيكي وفيها فيها هيدا الموضوع هالحفاظ على العناصر التقنية بالرسم وباللوحة هو يعني هيدا ستيل لألك ولا هيدا مرحلة لا ستيل يعني عندي صر ستيل معين يعني بحاول كتقنية بحاول أعطي شفافية معينة الألوان ألواني كل هيدول يعني العناصر كلها بتجتمالها تكمل لوحة وتأليف قوي وعم نلاحظ كمان باللوحات أنه عم نحكي عن اللون أنه ما فيه كتير عجقة ألوان بكل لوحة كل لوحة فيه عندها اللون الطاغية اللي كمان بديك تولي منه شيء صح يمكن جزء من شخصيتي أنه أنا صريحة وواضحة فألواني عادة نقي وواضحة أنت نرجع على البداية بعد ما تخرجتي بال2006 تخرجتي صحيح؟ مضبوط صحيح كان مفروض أنه تعمل أول معرض ولكن؟ كان قبل بيومين كان التخرج بعدين بعد يومين صار الحرب حرب 2006 وبعد شهر اكتشفت أنه المحترف الأتولية تبعي بالنبطية؟ كان أنه كانت دمر واللوحات حوالي فوق المية عمل يعني راح بس بقي كنت محظوظة أنه الجداريات الكبيرة بقيت درت أنه لم لمون بكل معانا الكلمة وعملت فيهن معرض بالتسقف بالمركز الثقافي الفرنسي بلبنان فكمان رجعت انطلاقها تانية بطريقة بس تجربة صعبة؟ ايه مش هاينة يعني اليوم عم تحكي عنا هيك بي إيجابية لأنه بدك تكوني إيجابية ولكن مش هاينة أنه لوحات فنان تحترق يعني إذا عم يبيع اللوحة الفنان عنده صعوبة كيف لايكون عم يشوف لوحته محروقة؟ صح أنه أنا بتذكر بالحرب كنت تتخيل أنه معقول على الصوت ينفجر شي هيك مواد اللونية وترتش اللوحات فجيت ملقيت شي ملقيت لوحات ايه بسمع لي أنه بتتقدم بمرحلة وبتمرق حالا من بعدها يعني أو بسبب هالحادسة في مواضيع هيك تفجرت عنديك؟ ايه صح أغلق صرت أشتغل بس أبستراكت أبستري لأنه تحسي أنه مشاعر أكتر بدك تنفسي عن مشاعر يعني مش بس قسطة يعني كان كتير في معاناة إنسانية بكل البلد فهذا شيء مرات ما بتلعب بكلنا أنت خسر في لوحة غيرك خسر يعني أحبها صح صح اشتغلت مواضيع إنسانية أكتر حالات شفتها هيك وصاص منتابع مع لوحاتك وهون عم نشوف هال يعني المرأة اللي دايما موجودة كمان هيدا ستيل ولا كمان مرحلة؟ هلا هيك بس حاليا عم عبر عن المرأة يعني هو الموضوع بس يخلص لحاله يعني فنان بد يكون صادق اللي بحسوا لازم يشتغلوا يعني لما مرأة الحرب اشتغلت على الحرب بس هلا قطعت موضوع بيرجع لحال هون شكنا عم نشوف؟ هايدي اللوحة اسمها نظرية السبع زوجات هايدي عن المرأة بالمجتمع نظرة الرجال حتى هي أكتر الستاتيستيك بلبنان بتقول أنه كل رجال له سبع نسوين هاي نظرية استاتيستيكية بس أنا حطيتها حابت أعرض لهم إياها أنه واقعية فيه نسبة يعني سبع نساء بالمجتمع لرجول؟ نسبة لأنه بسبب الحروب والهجرة سأنا حطيت لهم إياهم كلهم أنه نقوا فيه نوع من السخرية على الواقع نعم، اليوم إذا عم تعرضي معرض جماعي أو معرض فرده كيف تكون يعني مقربتك للجمهور الناس كيف عم بي يعلقوا على لوحاتك يلي مثل ما قلت هي لوحات صادقة فعلا هي لوحات صادقة وواضحة يعني هلأ فيه جماهير مختلفة فيه عندك المجتمع الفني الضيق يعني الفنانيين وفيه المتلقي عادة الاثنان بمبسط يعني بس تحكيون كل واحد لأنه بيشوف اللوحة بطريقته الفنان بيشوفها كتقنية بيشوفها كشوم قدم جديد والمتلقي بيشوف الموضوع والألوان وهل حبه أو ما حبه اليوم نور فيه نوع من الترند للشوك يعني الفنان بيحب يعمل شوك أو بحس حاله مجبور يعمل شوك للجمهور لحتى لي بلك ينعرف أو لحتى لي بلك يكون عن جد اسمه فنان هالشك مش موجود بلوحاتك ما اتبعت هالطريقة؟ أنا من النوع ما بحب أنه تبع الموضة يعني بحس مضبوط أنه شو بدي أنا أعبر عنه وبعدين الجمهور شو بده أو المبيع وهذا الشي هذا تفصيل يعني ما اعتبر الفن يعني قد ما أصير فنانة بس بظل موهبة يعني بالنسبة لي الشارب اللي عم يسأل مخرجنا هيده مين باللوحة؟ هيده لوحة عملت عن سوريا هيده امرأة سورية امرأة سورية شفت السورة بالحرب شفت السورة على الإنترنت وعملتها بطريقة عملتها كأنها شبح هي بس مجروحة بس أعطيتها الإحساس فيها هي عندها وجهة كثير في ألم وعبرتها حطيت الوردة اللي هي بترمز شوية للليبرتيل أو للأمل يعني المستقبل والدك كان يرسم بنفس الأجواء بنفس الطريقة أو كان عنده غير لا لأنه محترف الفن فهو بس كان يشتغل واقعي مظهريات طبيعة فهي كان يحب وبعضو الله هلأ بحاولي يعملني مثله بالعيلة الوحيدة أنت المتأثرة فيه لا في أختي وفي أختي كمان درس الدكور بس ما كفت فيها رجعت اختصت بشي تاني أنت أختي الرسم بيور شو هلأ مشاريعك الجديدة يعني شو بديكت عامله هلأ عم بحضر لمعرض فردي جديد أنه قطع فترة طويلة على المعرض الفردي الأولاني عملت معرض فردي تاني بس بأمريكا يعني أنا محضرته كانت كمان باللوحات المدمرة اللوحات اللي مدمرة خليتي وعملت فيها معرض هن طلبوها يعني أنا شو بدون ترميم ما لازم أنه هاي خلاص صار إلا كمان فوق ما هي إيمتال الفنية في إيمتال تاريخية أهلا وسهلا فيك نور بلوك أكيد نتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك شكرا لأليك مرسي إليك مشاهدينا وأبي هلا أهلا بمسيرتك شكرا لك